اليمن أمام عطافة جديدة في مسار الحرب ذلك هو ما تشير إليه التحركات القيادية وعالية المستوى التي شهدتها العاصمة السعودية الرياض وعواصم أخرى في المنطقة خلال الأيام والساعة الماضية وشملت لقاءات بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والوفد المرافق له اللقاءة بحسب بياناً رسمياً سعودي وقفت على آخر المستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها لدحرم أسماه البيان ميليشيات الحوث الإيرانية والتنظيمة العدوانية والإرهابية المسلحة التي تهدد الشعب اليمني والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وفي القلب من هذه التحركات يأتي لقاء ولي العهد السعودي بمعيات ولي عهد أبو ظبي قيادة التجمع اليمنى للإصلاح ممثلة في رئيس الحزب محمد اليدومي والأمين العام عبدالوهاب الآنسي بعد نحو شهر من لقاء مماثل لولي العهد السعودي مع قيادة الإصلاح وذلك بعد أن استدعي اليدومي على عجل من اسطنبول وعلى متن طائرة سعودية خاصة للمشاركة في هذا اللقاء اللقاء بحسب بيان سعودي الرسمي بحث مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها وفق ثوابت تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني لكن أهميته القصوى تكمن في التحول الذي وصفه المراقبون بالجوهري في الموقف المتصلب للشركة الأبرز في التحالف الإمارات تجاه الإصلاح الذي بقي طيلة الفترة الماضية أحد أهداف التدخل العسكري لأبوظبي في اليمن مع تناغم واضح مع هذا التوجه من جانب الرياض لهذا التحول دوافعه بحسب السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف الذي كشف عن مضمون اللقاء الثلاث الذي عقد قبل يومين في أبوظبي بين وزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات بحضور موظفين رفيعي المستوى من الجانب الأمريكي السفير شيركليف أوضح أن اللقاء أكد على وجوب بدل قصار الجهد لدعم التوجه السياسي اليمني الجديد الذي بدأ يظهر الآن وتحريك الموازين في مواجهة الحوثيين إشارة تعني فيما تعني أن المواجهة ربما تكون شاملة مع الحوثيين ما استدعى هذا التحول المفاجئة في القناعات وتحييد المواقف الإيدولوجية بما يتفق مع التحديات الميدانية الخطيرة التي نشأت على الساحة اليمنية بعد مقتل صالح ترجمة نانسي قنقر